أقول من باركات الصيام في شهر شعبان أولاً أن الصيام فاضل في كل وقت ويزدد فضله في هذه الأيام المباركات فاضل في كل وقت لأنه قد جاء في الحديث القدسي الذين عرفوا جميعاً بفضل الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أعمال صالحة فيقول صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم لا مثل له عليك بالصوم لا مثل له ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً أي سبعين سنة كل يوم يصومه العبد في سبيل الله تبارك وتعالى يباعد الله به وجهه عن نار جهنم سبعين خريفا أي سبعين سنة وسبعين عاما كما ذكرت هذا فضل عظيم لا شك من جهة ثانية نصوم شهر شعبان لنوافق سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه وقد سمعنا كيف حدثت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان قالت بل كان يصومه كله صلوات ربي وسلامه عليه